يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في دبي حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنزانية سميا حسنة ذلك على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي وقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا وتعاون الفني وبناء القدرات المساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات فضلا عن استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة لأسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد جوليوز نيريني لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته مراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقا لأعلى المعايير العالمية كما شهد اللقاء التباحث بشأن تكسيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القرية وسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك اشتركوا في القناة